أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن مملكة البحرين تقدر عاليا المسيرة الحافلة لأنديتها الرياضية العريقة من ضمنها النادي الأهلي بما له من بصمة بارزة ومسيرة ممتدة في المجالات الرياضية والشبابية والاجتماعية نعم أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بجهود القائمين على النادي الأهلي الذي نال العديد من البطولات بروح تنفسية عالية في مختلف الرياضات جاء ذلك لدى استقبال سمو في قصر الوادي السيد خالد كانو رئيس النادي رئيس نادي الأهلي وطلع سمو خلال اللقاء على الخطط والبرامج المستقبلية التي سينفذها النادي خلال الفترة القادمة بما يضمن تطوير مستوى الفرق الرياضية ومنتسبيها من الكوادر الإداري والفنية والرياضية بالنادي على الشكل الذي يدفعها للمشاركة المثالية والمنافسة في تحقيق المزيد من النجاحات منوها بأهمية موصلة جهود التطوير ودعم الأجهزة الاهدارية والفنية في الأندية الرياضية في مملكة البحرين لتستمر في العطاء والتميز وتحافظ على المستوى العالي من الأداء والتنفسية من جانبه عرب رئيس النادي الأهلي عن الشكر والتقدير لجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وعلى متابعته ودعمه المستمر للرياضة البحرينية بكافة أشكالها مثمنا توجيهات سموه واهتمامه بموصلة تطوير مستويات الأندية والأداء بما يرفض القطاع الرياضي في مملكة البحرين مشيرا إلى أن النادي وضع نصب عينيه العمل على تنفيذ كل ما يتماشى مع السياسات التي رسمتها الأية العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير مستوى الألعاب الرياضية بالنادي والرياضيين ودعمهم لموصلة المسيرة التي يتحقق من خلالها المزيد من الإنجازات